اليوم ان شاء الله سنتحدث بشكل بريف شوية كذا عن ال MRI Epilepsy ونتعرف على هذا السيكونس المهم جدا في قسم الرنين مقدمة بسيطة للموضوع في ال MRI Department بالذات في حالات ال Epilepsy عندنا ال Patient ينقسمون لقسمين رئيسية تمام Patient عندهم الفلو اوب تمام حتى يتابع الحالة وال Patient اللي عنده First Diagnosis اللي هو شخص ما عنده هستفيف في ال Epilepsy فجأة وصيب بنوبة او Seedure حنا نتعرف على Seedure حنا نتعرف على ال Epilepsy بشيء من التفصيل لكن الاشكالية هنا انه فيه سيكونس خاص في ال Epilepsy لانه لما رأي Epilepsy حنسوي حق جروبين حنصور ال Brain ال Entire Brain تمام؟ بعدين نركز على منطقة معينة هي اللي تكون فيها على المشاكل حنتعرف على هذه النقاط بشيء من التفصيل ان شاء الله حنبدو نشوف ثلاث مصطلحات رئيسية جدا لازم نعرف ان فارق بينها اللي هو Epilepsy وال Seedure وال Cluster Epilepsy هذا اسم الدزيز نفسه تمام؟ اسم الحالة اللي تصيب هذا ال Patient السيجر هي عبارة انها نوبة او حدث اضطراب في الجهاز العصبي تمام؟ هذا الضطراب في الجهاز العصبي هذا اسباب عديدة جدا ممكن تكون اخبار الوفاء الاسهم البورصة تمام؟ حالة الاطفال بالذات الاطفال الصغر لما يجي لهم حالة اسمه ال Hyperthermia تمام؟ او ارتفاع درجة الحرارة ممكن الطفل يدخل في السيجر وعندنا كمان مصطلح مهم جدا اللي هو Cluster نقوله Cluster او Cluster Seedure هذا المصطلح يعبر عن التشخيص الخاص بهذا المرض طيب يجدخل Cluster احنا قلنا الإبلبسي هو تشخيص Stable Cluster Cluster هي تعبر عن الحالة اللي تحصل ال Patient هذا لما يكون عنده اكثر من نوبة تحصل خلال 24 ساعة هذا هنسميها Cluster او Group of Clusters طيب اسباب الإبلبسي نقسمها دائما 3 main causes تمام؟ ممكن يكون فيه Pathology inside the brain تمام؟ فيه مشكلة داخل الدماغ في tumor في infection في inflammation تمام؟ من سبب لهذا الاضطراب القسم الثاني اللي هو Abnormality تمام؟ انه يكون عنده patient هذا مشاكل في نفس growth للبراين تمام؟ زي مثلا يكون عنده تضخم في حجم الدماغ تمام؟ يكون فيه عملية همارتومة اللي هي هذي نوع من انواع tumor ونحن نحصل normal tissue الموجودة في الجسم البشري لكن موجودة في abnormal site يعني ممكن يحصل فهذا الحالة انه موجود بعض epithelial tissue تمام؟ موجودة في brain طبعا هذا abnormal site لها والغروبة الثالث اللي هو يكون فيه مشاكل في الهيبو كامبوس الهيبو كامبوس هذا عبارة عن انه منطقة موجودة في mid of timber loop هذه المنطقة عبارة عن انها منطقة معقدة كتركيب عصبي مسؤولة عن شيء رئيسي اللي هي التعلم والتذكر ليش ركزنا هنا في القسمة الثالثة ذكرنا الهيبو كامبوس فقط ليش ما قلنا مثلا انه يكون فيه مشاكل في الوكسيبيتا اللوب السبب انه 60% تقريبا من حالات الإبليبسي كومو اللي نحصلها في temperal loop تمام فلا مانا ممكن نحصلها انها تكون في الفرونتا الاول اكسيبيتا لكن عوال 60% تكون في تمبرال طيب ليش بالذات التمبرال النام 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 الى الان ما حد اكتشف السبب الدقيق بعض يرجح انه تكون فيه حصلت مشاكل في نفس الهيبو كامبوس تمام نتج من الترومة ترومة قديمة جدا ممكن ايام الطفولة ايام الشباب تمام في سنة 13 ال 15 سنة ماهذا زي ما نقول الطفل هذا احد ضربه على راسه تمام هذه الضربة الطفيفة اللي ما نحسب الاحساب ممكن لما يصل لسنة 25 ال 26 حصل بدأ عنده مشاكل انه يصير عنده ممكن انه تؤدي بعدين يصير تصير ابليبسي هذين بعض الاشكال تمام انه ممكن يكون فيها بنورمالتي في البرين تمام تؤدي الى مشكلة تحدث تمام لانه ممكن البيشينت ما يكون عنده ابليبسي تمام لكن يكون حصل له سيجر تمام او حصل له كلستر طيب نأخذ البيشينت ندخله على الاي اي جي تمام الايكترون كيفالوغرام يطلع نورمال ما في مؤشرات للايباليبسي تمام امور طيبة طيب ليش قاعد يصير للايباليبسي ممكن تكون احد الاسباب اللي ذكرناها سابق انه يكون فيه باثولوجي او في ابنورماليتي ممكن تؤدي للسيجر وممكن السيجر ويصبح ابليبسي من الامور اللي تسبب مشاكل اللي هي السيست تمام وجوز السيست within the موجود situated في تمبرال لوب ممكن يكون مثلا situated في البرائتال لوب او في الفرونتال لوب او في الوكسيبيتال او في البونز خارجا تمام لكن قاعد يسوي compression على part of the brain تمام هذا سيبدأ يسبب لي ايش group of seizures عندي كمان الاتروفي لما يصير فيه اتروفي في تمبرال لوب تمام مقارنة بال left side هنا تمام كذلك لما يكون في حالة اسمها hepocampal sclerosis hepocampal sclerosis هذا ممكن تؤدي الى الابليبسي البروتوكول المتبع سأخذ T2 flare axial سأخذ T2 terbos bin echo axial سأخذ diffusion axial سأخذ T1 terbos bin echo coronal وسأخذ T2 أو T1 terbos bin echo sagittal وبعدين سأخذ كم protocol لل temporal loop لماذا لأنه 60% ستكون temporal طيب شخص سأخذ السؤال بديه جدا طيب لماذا سويت الbrain سويت الbrain بحيث اني اتأكد انه ما في مشكلة ثانية لأنه ممكن نكون زي ما قل في ciumar مثلا situated frontal loop نسوي compress على temporal فيؤدي الى المشاكل تمام فعشان كذا لازم نسوي scale brain كامل اتأكد ما في هذا الامور بعدين هندخل في temporal loop temporal loop نسوي 3 main sequences T1 terbos bin echo coronal oblique T2 flare coronal oblique T2 terbos bin echo coronal oblique طبعا لازم ناخذ ايش ناخذ localizer تمام اصور بحيث اني هاخذ منها planning لاحقا اهم localizer عندنا اللي هو السجد لحن نتعرف على اهميته لاحقا نشوف حالا الابليبسي protocol كيف تتم او كيف يتم عمل هذا protocol قل لي في الابليبسي protocol انت تركز على ثلاث نقاط انك انت تاخذ small field view تاخذ thin slices تمام تاخذ small field view وناخذ thin slices واتأكد كمان من resolution اللي هو الامر الثالث لازم احصل على صور with high resolution تمام لانا ممكن نكون فيها abnormality صغيرة هي لمسبب المشاكل طبعا طرحت سابقا قلت انه اهم localizer عندنا هو السجد لماذا اهمية السجد 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 يعتبر مهم لانه تقدر تحصل منه على corona oblique كما نرى في الصور هنا تمام slice angle يجب على hipocampus نفسه يجب perpendicular على hipocampus تمام لانه سيكون في center في temporal و اي مشكلة توقع انها تكون صادرة من هذه المنطقة فلازم ايش اني اشوفها بشكل جيد طيب هذا البروتوكول طبعا هو ايش قلنا هي قلنا ثلاث نقاط رئيسية نحن small field view thin slices high resolution هذي مع طريقة ناخد T1 terbos bico coronal oblique T2 flare coronal oblique T2 terbos bico coronal oblique طيب نطرح السؤال مهم طيب احنا نشوف له في السلايد سابقا قلنا اخذ T2 flare coronal oblique T2 terbos bin eco coronal oblique ليش يبقى حتاج double T2 T2 flare T2 terbos bin eco السبب ببساطة لانه انت T2 flare هو يعتبر ممتاز في detection لل disease عنده high sensitivity في detection تمام لكن قال لي مقابل هذه high sensitivity عنده مشاكل في artifact تمام انه عنده high risk to artifact production طيب كيف هحل هذي المشكلة انا ما قدر استغني على sequence لانه ايش لانه عنده diagnostic value تمام هحتاج اني اخذ T2 ايكو تمام كمساعد في التشخيص لانه حصلت مثلا hyper intensity lesion في الhipocampus ظهرت في T2 flare هروح هشوف في T2 terbospin ايكو حتى اتأكد انه هذي فعلا هي lesion وليست ارتفاق ظاهر في هذا المنطقة عندي كمان sequence رابع اللي هو T1 IR coronal او نسمي الMP ray قال لي هذا sequence يعتبر مفيد جدا في حالات الادلت وفي حالة البيدياتريك تمام بعض الريسيرش تسوي تقول لي انه الانبيريج هذا highly recommended to use it with البيدياتريك ليش مع البيدياتريك لانه قلي مع البيدياتريك عندنا development لل white وال grey matter تمام لما نشوف الwhite وال grey matter في الاطفال هنحصل انها متقاربين جدا هنحصل انه بعض grey matter في center وبعض white matter في الخارج عكس اماكنها الطبيعية تمام قال لي هذا في الاطفال يعتبر طبيعي جدا تمام غطيت بشكل بشكل بسيط قدر المستطاع ان احسنت فهذا من التوفيق الله سبحانه وانسعت فهذا من نفسي ومن الشيطان هذا والله اعلى واعلم صلى الله المحمد وعلى لي وصحبي اجمعين